هي متزوجة من مدة وحامل وزوجها يعني كما حكت قصة طويلة جدا الآن بعثت لها الطلاق في رسالة وهي يعني إذا رجع ونوى إرجاعها يريد إرجاعها لنفس الوضع الصادق طيب موضوع يا ابني لكل زوج مختار باسمع اللي بقولك عليه أنت سفرت مصروف زوجتك مع أبوك وأمك ليه يعني هي تجوزتهم ولا تجوزتك اللي ينفق عليها إمتى طب بتدي الأبوك وأمك يعطوها ملهمش دعوة زر في ملهاش اللي هتقولك ما بيتحامل وما بيتطلع علوش الأكل يعني مجوعينها وهي حامل وهي تسأل عنها وعلي في بطنها وإنت تسأل عنها وعلي في بطنها واللي حرمها من الأكل يسأل عنها وعلي في بطنها دائما ده أزا مده أزا حقيقي لا أي حد مسافر فلوس زوجتك ومصارفها تبعت لها في زر تبعت لها في أمر خاص لطلع لها بريد هي تستلموا بعيدة عن الأكل بتساعد أهلك يا سيدي قطر خيرك الله يعينك بتعملهم الله يبارك لك في رزقك وفي حالك لكن ما تديش للأب ولا الأم ولا الأخت الكبيرة ولا أخوية هو اللي يتحكم في زوجتي ومصارفها وحاجتها والكلام ده الأمر ده لأ أيا مش متجاوزاهم ولا هم لهم المرجعية والمرجعتها ليهم ولا لهم القاوم انت بما أنفقه انت كزوج مش هي ما أنا بديهم يعتوى لا ما تزلهاش بزل السؤال عايز ترجع على القديم لا نجمع ناس والله يا جماعة جوعون يا جماعة والله ما طلعوا ليش الأكل عندك حجة هو وجمع الناس كبارات العلاء لنهم تأثير مش العلاء عندك عندهم هم لنهم تأثير إن كنت تردوا الكلام ده أنا أرجع أنا عايز أرجع وعايز أبيتي وعايز أزوجي وبلغوه كده إن أنا رفضة طلاق ورفضة أحب بيتي وحب أرجع وكذا ولكن مش بالأمر ده مصارفها حتى وتبقى تحاسبها يا عم تكتب لك بالورقة والقلم لو هي مبازاة تتعلم وحتى تتودك لكن ليبقى بالمنظر ده وإن أنا أزلها بالشكل ده وده ما ينفعش قد الله سبحانه وتعالى اليوم في الصواق آمين يا رفضة